نادي الهلال السوداني اللي هيلعب النادي الاهلي اعلن عبر صفحاته عبر المواقع التواصل الاجتماعي اغلاق كافة التدريبات لفريق الكرة اعتبارا من السلساء وذلك حتى موعد مواجهة النادي الاهلي يوم السبت القادم ضمن الموافذات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريق عايزين المران سري مش كلهم مركزين قوي وطبعا مركزين قوي بس كمان الاهلي ان شاء الله هيكون مركز الاهلي لكن خد راحة يومين بعد كسر العام الأندية يومين حلو ياخد فيه النادي الاهلي نفسه ويستعد مباشرة لهذه المواقع اللي هتبقى صعبة جدا فيه ملعب الهلال ملعب الهلال دايما صعب ملعب الهلال صعب جدا فيه السودان جماهدية ولعبين وتركيز وأمور كثيرة جدا ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحصد نقاط المباراة السلاسة بالمناسبة الاهلي هيرجع من السودان على أسوان مباشرة هياسكر هناك عشان مواجهة فريق أسوان يوم الثلاث في الدولة يعني من السودان على أسوان على طول الدنيا قريبة فقال لك هترجع على أسوان على طول عشان المواجهة في أسوان يوم الثلاث ترجمة نانسي قنقر